خلونا نروح للتعليم ونموذج البوكلت بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة لكن بشكل جديد غير اللي احنا شفناه قبل كده وكمان بامكانات جديدة بيدرسوها حاليا في وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام وهو كمان رئيس امتحانات الثانوية العامة قال ان وزارة التربية والتعليم بتدرس حاليا ان الطالب طالب الثانوية العامة هيوقع على البوكلت بالبصمة هيبصم على البوكلت علشان يتفادوا بعد كده ان اي طالب يتدعي ان ورقة اجابته اتبدلت رحت مثلا لابن حد مهم او لابن مسؤول معين الدكتور رضح جازي قال كمان في مؤتمر صحفي ان البصمة دي هتكون دليل على ان الورقة بتخص نفس الطالب وما تمش استبدالها اسمحولي على هذا الامر بنضميلي الدكتور كمال مغيث الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية يا اهلا وسهلا بك يا دكتور كمال اهلا بك يا فندم اهلا بك اهلا بسيات يعني تباية الخبر ده ازاي يعني دي البوكريت نعرف ان هي ورقة الطالب يحط بصمته ازاي انا مش فيه والله يعني يا فندم للاسف الشديد بينما نظم التعليم الحديثة بتحاول تتخفف من مسمى الامتحان اولا باول بهيس يعني فيه نظم كتير ما بقاش فيه الامتحان ورعب الامتحان ورهبة الامتحان اللي بنعيش فيها اولادنا مش سنة بنعيش فيها اتنشر سنة من اول ما يدخلوا لابتداء لغاية ما يمتحنوا في السنوية العامة للاسف الشديد بينما الدول بتتخلص من رعب الامتحان احنا بنحاول نعقد الموضوع كل شوية انا طبعا ما عنديش اي مانع ان نتأكد ونحط كل الزمانات لكي نضمن ان لا يتم العبس في اوراق امتحان اولادنا زي ما حصل قبل كده ولكن كمان لازم نحط في اعتبارنا يا فانديم الوقت والاجراءات انت بتتكلم عن نصف مليون طالب وطالبة وخمس تلاف لاجنة فلازم تتخيل حيبقى عندنا حيحطي ايده بقى بصمة بالحبر مثلا فاتحد توفر مش مش خمس تلاف حبارة على كل فصل بقى كمان هتتقف لي حبارة لانه ما مش حينفع الالف طالب يعني هو المقصود بالموضوع ده ان بالحبر ما هو حيبقى كده عمال حيبقى ايه يعني ما هواش مش هيعمله بصمة الكترونية شوفها في بعض المؤسسات الكبيرة واذا ازاو تحط اصباعك عليها وهو بيلقض يعني اكيد الوضع مش هيبقى كده يعني انا بصراحة كنت اتصور انه يتم تطوير العملية التعليمية ويتم تطوير الامتحان داخل العملية التعليمية عشان ما نبقاش عمالين بس كده هتكون سهلة يا دكتور كمان انا مع حبرك طبعا في الكلام اللي بتقوله كمان لعل سيادتك بس عشان اكمل المنظومة انه يربط بالمنظومة ديا فكرة تخليص العقوبة واللي بتصل الى حد سبع سنين يعني احنا في الحقيقة داخلين في شكة وكأننا بنتعامل مع اولادنا كمجرمين مش بنعلمهم السلوك مع التعليم كمان مهم علشان يتفادوا برضو يا فنان طبعا السلوك مع التعليم ده مهم للغاية لان اسمها في الاساس وزارة التربية والتعليم ده اللي كنا بنتعلمه منه احنا في ابتداء التربية والتعليم فالتربية قبل التعليم يمكن علشان كده يعني اعجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنموذج الياباني اعجاب المصرين الاول وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لما راح اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتعرف على نماذج المدارس اللي هناك حاب يطبقها هنا فالحمد لله اطبقت على نماذج بسيطة هتكبر بعد كده فمن الممكن رجوع المسمى لاصله التربية والتعليم بجد على ارض الواقع ان شاء الله هذا ما اتمنى فرأيي حضرك ان هيكون سهل بما ان هي بصمة ومطبوعة مثلا فخلاص يعني هيكون سهل لا لا انا ما قلتش سهل الموضوع محتاج محدش بيعمل تجريب يا فندي محدش بيعني قاله نزل البوكلة وحنجربه محدش جربه نزل شوية حاجات كده على موقع الوزارة وانتهى الموضوع ما عرفناش نديجة التجربة ايه فان هو احسن في اي مدى الاجزاء من الاسئلة عاملة ازاي الحقيقة للأسف الشديد احنا اولادنا بقوا ملطشة في ايد وزارة التعليم للأسف الشديد شكرا يا فندي شكرا جزيلا الدكتور كمال مغيث الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية